بسم الله الرحمن الرحيم ابناء العزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله موضوعنا النهاردة هيكون عن المساحة وهنتعلم ايضا وحدات المساحة بسم الله الرحمن الرحيم ابناء العزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعا احنا معنا موضوع من اجمل الموضوعات النهاردة وهو موضوع كل الولاد طبعا مبسطين دلوقتي لما لان كله بيحب الشوكولاتة طبعا ومعنى هذا الولد معاه باكو الشوكولاتة كبير جدا وعاوزين دلوقتي يا لها جماعة نعد عدد البلاطات اللي موجودة في هذا الباق تماما جماعة عدناهم ايوة تماما هو 8 كطع 8 كطع او 8 بلاطات طبعا حضراتكم لو تلاحظوا ان البلاطات كلها متساوية او الكطع كلها يا جماعة متساوية يبقى نقول يا جماعة ان عدد البلاطات المتساوية اللي قدامي هو 8 بلاطات او 8 ايوة كطع وطبعا هي لها تعريف تاني التعريف بتاعها هو عبارة عن مساحة هذا الباكو مساحة باكو الشوكولاتة يا جماعة اللي قدامنا دوت يعني يساوي عدد البلاطات اللي موجودة في هذا الباكو اللي هو 8 ايوة كطع تمام يبقى احنا كده فهمنا يعني معنى بسيط جدا ليه المساحة المساحة يا جماعة هي عدد الوحدات زي عدد البلاطات آه هي عدد الوحدات المتساوية التي تغطي هذا السطح اللي هو باكو الشوكولاتة قدام حضراتكم أهود فيه كم بلطاية أي عدد البلطات ديت أو عدد الوحدات المتساوية أي عدد الكتعة المتساوية هي دي المساحة جماعة مساحة أي شكل عندنا هو عدد أيوانو التاني هو عدد البلطات المتساوية اللي قدامي أو عدد الوحدات المتساوية تمنى معنى مثال جماعة بيقول مربع طول دلعو مربع طول دلعو بيساوي 6 سنتي احسب مساحته دي اول حاجة طالبها مني ورجع تاني بيقول لي ومستطيل طوله ايوة 4 سنتي وعرضه 9 سنتي ايضا بيقول لي احسب مساحته وبعد كده جماعة بيقول لي ماذا تلاحظ طب واحدة واحدة جماعة نمسك المربع طبعا احنا عارفين انه ينخوص المربع جماعة زي ما حداكم شايفينه دولة المربع ظهروا قدامنا اهو ايوة المربع اضلعه متساوية اضلعه الاربع ايه متساوية تمام لهượه اضلعه متساوية عشان كده سمينها مربع ما جماعة نفتكر القانون مع بعض قانون مساحة المربع تمام مساحة المربع تساوي طول الضلع في نفسه تمام يا جماعة طب هو طول الدلع تقولي بكام احطوه ليه ب6 سنتي يبقى حنقول طول الدلع في نفسه يعني يساوي 6 في 6 تساوي 36 سنتي متر مربع الله ينور يا جماعة احنا كده اول حاجة جابناها اللي هي مساحة المربع طيب تعالوا افتكروا جماعة قانون مساحة المستطيل كل الأولاد طبعا فاكرينه أيوة تمام اللي هو بيساوي الطول في العرض طيب يا جماعة ما هو يعطيني الطول ب4 سنتي والعرض 9 سنتي يبقى بيساوي 4 في 9 يساوي يا جماعة يلا ندرب مع بعض 4 في 9 بكام ب36 سنتيمتر مربع تمام طيب هو بيقول لي ماذا تلاحظ بيقول يا جماعة الوقت بيسألنا بيقول لنا ماذا تلاحظ يلا جماعة انا شاف الأولاد رفعين ايديهم هم بيقولوا فعلا 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 ان مساحة المربع بتساوي 36 سنتيمتر مربع وايضا مساحة المستطيل بتساوي 36 سنتيمتر مربع تمام يا جماعة يعني اصدوكم ايه ان مساحة المربع هنا ومساحة المستطيل متساوية تمام يبقى المستطيل والمربع هنا متساوين في المساحة تمام مساحتهم واحدة ولكن يا جماعة بالله عليكم وانظر كويس للمربع وانظر كويس للمستثيل ماذا تلاحظ هل الشكلين قريبين من بعد هل هم متشابهين يا جماعة هل هم متطبكين يعني تبكي الاصل كده لما تبص لده تحس ان انت هتتلغبط فيهم طبعا لا مرابع جماعة يبقى هنا ان المساحة بتاعتهم يا جماعة متساوية ولكن التطابق لا هم مش متطبكين هم المساحة بس واحدة ولكن هم غير متطابقين يعني عاوز يقول لي معلومة من هنا يا جماعة ان ممكن بعض الاشكال تتساوى في المساحة تتساوى في المساحة ولكن تكون غير متطابق تمام اكمل ما يأتي طبعا اول سؤال بيقول لي 3 سنتيمتر مربع بيساوي كام مليمتر ايه مربع بالروح يا جماعة احنا عارفين ان السنتيمتر بيساوي ايوة 10 مليمتر طب السنتيمتر مربع ايه 10 ف 10 يعني بكام بمية طب بصي بقى انت هنا بتقول 3 سنتيمتر مربع تمام يبقى 3 ف 100 اه في ولد بيقول لي يا سيس انت ضربت ليه هقول لحضرك انا ضربت التلاتة ف 100 دي طبعا انت حضرك بتحول من الكبير خلي بالك من الكبير للزغير يعني من السنتيمتر مربع للمليمتر مربع دايما لما بنحول من الكبير للزغير طبعا ايه بنضرب نضرب 3 ف 100 هتساوي 300 مليمتر ايه مربع السؤال اللي بعده السؤال اللي بعده بيقول لي يا جماعة 70 ديسيمتر مربع بتساوي كام سنتيمتر مربع ايضا يا جماعة هنا التحويل من الكبير ايوة الى الصغير لان الديسيمتر اكبر من ايه من السنتيمتر طب الراحة كده احنا عارفين ان الديسيمتر بيساوي كام سنتيمتر تمام بيساوي 10 سنتيمتر يبقى ديسيمتر مربع يعني 10 ف 10 بكام بمية يبقى هنضرب السبعينة جماعة ايوة في في كام في مية هتساوي ايه 7000 سنتيمتر مربع الله ينور السؤال اللي بقى بيقول 65 كيلو متر مربع بتساوي كام متر مربع طب يا جماعة برضو هنا التحويل هنا من الكبير الى ايه الى الصغير الكيلو متر في كام متر برافو الكيلو متر في 1000 طب الكيلو متر مربع يبقى 1000 في 1000 ما هو كيلو متر مربع يعني كيلو متر في كيلو متر يعني ألف في ألف يعني بكاما جماعة بمليون تمام بمليون متر مربع طب يبقى أنا هضرب 65 في مليون يبقى بيساوي 65 مليون متر مربع